بيقول لنا ايه حبايبي بقى المصيم في الخارج يعني المصيم في الخارج يعني كل واحد بيشتغل في المصيم في الخارج دور بطولي عندنا اسماء رنانة صدقا انا بشكر وزارة الخارجية والسفارات والسفير نبيل حبشي في وزارة في قطاع الهجرة ومعاه يعني بدأهم يرصدهم الناس دي في جد وفي اداء رائع هيصفر الايام الجادي عن حاجات حلوة اول احد عظيمات مصر اقت عزيزة وصديقة غالية الدكتورة ولاء اسماعيل رئيس مبادرة امهات في الغربة مساء يا خليل دكتورة مساء النور يا فندم اهلا بحضرتك فعلا اخو صديق محترم وده عاملينا دايما وبيحضر محاضراتنا ومشجعنا دايما في كل حاجة انت دايما مشرقة ما شاء الله عليك يا دكتورة يعني بصراحة وانت ايجابية شخصية ايجابية وشخصية محفزة يعني للخير دايما وبتلاقيك يحكي لها دكتورة كده بسرعة عن مبادرة امهات في الغربة واحكي بقى للناس عن مبادرة امهات في الغربة يا فندم اولا احنا بدينا بجروب اسمه مصريات هولندا ونساء العرب اه مصريات هولندا ونساء العرب في هولندا الجروب ده ابتدى معي صغير وكبرنا الجروب ده في مشاكل مصريات كتيرة انت بقالك كم سنة ان احنا نحل المشاكل حل مجرد الحلول ديت احنا بنحلها عبارة عن خبرة وخبرتنا بنقولها. طب احنا اتطورنا من الجروب. فتحنا مبادرة. ان مبادرة دي سميناها مبادرة امهات في الغربة. مبادرة امهات في الغربة عشان نكون ادها لازم ندرس لها. درسنا واخدنا مجستير ودكتوراه مرتين. ماشاء الله. متخصصة في الاستشارات النفسية في الصحة النفسية. لان علشان يكون عندك حياة سعيدة لازم تكون عندك صحة نفسية مزبطة. طب نزبط الحالة النفسية دي ازاي? بالبنت. بالست. بالام. الام هي اساس المنزل. طب ازاي? طب احنا دلوقتي علشان نربي اسرة صحيحة لازم نربي الاسرة نفسها من البداية. طب احنا اخدنا الامهات كلها واستعاننا بدا كترة متخصصة في جميع المجالات. استعاننا باستشارات اسرية. استعاننا باستشارات طبية. استعاننا باستشارات قانونية. اه حتى في حاجة اسمها شخصيات لها تاريخ. وبيحكي عن قصص التاريخ. رب. علشان تربطنا ما بين العرب كلها في مصر وخارجها في العالم كله. اعملنا مبادرة امهات في الغربة. مبادرة امهات في الغربة. منكم هورك يا دكتوراه بعد يزلك با. مين كمهورك? مين المتلقي? مين اللي موجود معك على الجروب? من ايه? اولا احنا معانا من الاتحاد الاوروبي كله. معانا من ايطاليا ومعانا من اليونان. معانا من المانيا. معانا من ايطاليا. معانا من السعودية العربية. معانا من امريكا. معانا كل الشخصيات العربية المصرية وغير المصرية. ابتدينا بالامهات. ولما الحمد لله رب العالمين المبادرة نجحت اصبحت المبادرة نسبة الرجالة فيها بقت اكتر من نسبة السيدات لان فعلا لقوا ان فيه فعلا تغير في بيوتهم لقوا فعلا فيه راحة نفسية لقوا ان ممتهم بدل ما تتكلم في التليفون ساعة ولا ساعتين بتاعت تسمع المخاضرة ساعة وساعتين في الزوم قدمنا كورسات مجانية عن كيفية كيفية التخلص من العلاقات السامة وده كان انجح كورس انك تعرف ان انت تتخلص من العلاقة السامة اللي في حياتك ازاي جبنا اخصائيين وعملنا كورس الحساب الزهني عملنا كورس تحليل رسومات الاطفال ازاي تعرف ابنك من الشخصية بتاعته من الرسمة اللي بتجي لك البيت بيها ابنك بيحكي عن ايه المشكلة اللي في البيت ابنك ده اللي بيدحك قدامك ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة جدا وهو ماسك الورقة والقلم بيرسم الرسمة انت ممكن تعترف ان الرسمة دي عادية لكن الرسمة دي وراها قصة جبنا متخصصين واخدنا الكورس اخدنا كورس في سلسلة نور القرآن ووصلنا مع الدكتورة ميرغة الصياد عملنا برنامج اسمه نمازج مشرفة وده كان البرنامج الاكثر فاعلية ليه بقى لان احنا استضفنا من جميع دول العالم وشخصيات محترمة جدا ولها تاريخ استضفناهم وعرفنا ازاي هم ما نجحوا وازاي هم ما قبروا في بلد وهم مختربين لا يعرفوا لغتها ولا يعرفوا عدتها ولا ثقافتها ومع ذلك نجحوا فيها وده كان دافع لكل قوم مصرية دكتورة يعني بصراحة انا متابع جيد للجروب وشايف موضوعات متنوعة وموضوعات اكتر من رائعة يعني بصراحة يعني ايه اللي ممكن تقدموه انتم كجروب للامهات المصريات في الخارج والافكار اللي ممكن تدعمهم بها البلد في الوقت ده طيب اول حاجة احنا ممكن نقدمها الاطفال اطفالنا احنا بيخرجهم في ثقافة غير الثقافة عندهم حاجات كتيرة جدا مختلفة عندهم اغواءات من اللي بيشوفوه طب احنا لو ربنا اولادنا تربية صح هندخل مصر واحنا معانا جندي يدافع عن بلده لو كل ام ربت اولادها التربية الصحيحة هيكون عندنا كام جندي يدافع عن بلده ويقول انا ابن مصر انا ابن مصر يعني ايه وهو بيتكلم عن مصر اللي بيشوفها حوالين العالم طب احنا هنعمل ايه هنقلل نسبة الطلاق هنقلل نسبة العنوسة لما هنروح بلدنا واحنا بنتكلم فيها عن مصر واحنا ناكحين برة مصر هيكون شرف لمصر ان احنا ناكحين برة مصر لاني دايما بيقولوا مصر اديتنا ايه طب انت اديت ايه لمصر اولا انت تعمل وعملك هو اللي يبين ابني العمل وكبره وقول احنا كبرنا وتخل على مصر وقول لها احنا نجحنا احنا نجحين بيك يا مصر دكتور اولا اسماعيل يعني بصراحة انت دايما لما بتظهر معنا في البرنامج طلطك المبهجة دي بصراحة ورائك الايجابية واشكرك واشكر كل الزمل اللي موجودين على الجروب وكل المنشوبين اللي معاكم باشكرك جدا دكتورة اولا اسماعيل رئيس مبادرة امهات الغرب باشكرك يا فانت يعني بصراحة هي كانت عايز تتكلم تاني كتير لكن الدكتورة اولا ده البرنامج بتاعها يعني هي احد الجديرات ان هي تكون احدى عظمات مصر اللي منفتخر بيهم ايام حزينة يومن اللي فاتهم شوفنا واسمعنا كلنا عن الحادث القليم اللي اصابته